في موضوع المباحثات عن النووي الإيراني والآن طبعا هناك مفاوضات في فيينا كما كنا نتحدث قبل قليل هناك مضامين لهذه المباحثات فمباحثات فيينا لإحياء الاتفاق النووي بين طهران وواشنطن قد تكون مألوفة في الشكل إلا أن المضمونة كما الأهداف تغير على نحو حاد صحيفة والستري جورنل وتحت عنوان الوجوه المألوفة واجه مشكلات جديدة رأت أن الخريطة السياسية لعودة واشنطن وطهران إلى التزاماتها أصبحت معقدة الصحيفة الأمريكية في الواقع عدت أن المفاوضات لم تعود فنية وباتت تمثل اختبارا للإرادة السياسية ونقلت عن مسؤول سابق وبارز في الخارجية الأمريكية قول إن البلدين ينظران إلى بعضهما بعضا بقدر كبير من الريبة ورأى أن العودة إلى الاتفاق النووي ستكون عملية بطيئة وأكثر تعقيدا من المتوقع خبير أسلحة الدمار الشامل في إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك كوباما قال إن التغير في العلاقات مع روسيا والصين سيجعل الأشياء في الواقع أكثر صعوبة على نحو لا يصدق بالنسبة إلى الإدارة الأمريكية وعدت وولستريت جورنل أن انعدام الثق المستمر سيلقي بظلاله على المحادثات المستقبلية حتى في حالة العودة إلى الاتفاق النووي الأصلي ترجمة نانسي قنقر